في شأن آخر الآن وبعد ضغوط واضحة من الدول الأوروبية ولد الإعلان عن حكومة الوفاق الليبية التي ستعرض على مجلس النواب للموافقة عليها الإعلان عن هذه الحكومة التي تضم 32 وزيرا جاء بعد تأخير ليومين وذلك بسبب خلافات على توزيع بعض المناصب الوزارية وبانتظار تفعيل هذه الحكومة التي دعا المبعوث الدولي الخاص مارتين كوبلر إلى تسريع التصديق عليها تتحفز الدول الغربية إلى الخطوة التالية الأهم بالنسبة لها وهي إيجاد الأرضية المناسبة لبدء التحضيرات لخطوة عسكرية مشتركة لإجهاد تمدد تنظيم داعش في ليبيا الذي بات يشكل تهديدا خطيرا للقارة الأوروبية يوسف الآن مرة أخرى معه المزيد حول هذا الموضوع خرجت الحكومة إلى العلن هل هذا سيساعد في وضع الاستقرار وتثبيت الاستقرار في ليبيا هذا هو السؤال ومهنة نحن اليوم في غرفة الأخبار حاولنا أن نستكشف من هم هؤلاء 32 وزيرا لأنه كان واضح أنه تم الاختيار من قيادات الصف الثاني من أجل تجاوز مشكلة القيادات وكل محزوب على التيار وإشراك أكبر كتل ممكنة لكن رقم كبير يعني 32 نحن نتحدث عن رقم كبير حاولنا استطلاع بعض الأسماء من هي ما هي ميولها ومن تمثل علىهم نتحدث هنا عن مثل المهدي إبراهيم البرغثي وهو وزير الدفاع هو قائد كان في معركة الكرامة ويعني مع قائد الجيش خليفة حفتر كان معه في معركة الكرامة وبالتالي هو وزير الدفاع العارف صالح الخوجة كان وزيرا للداخلية كان مدير مكتب عبد الحكيم بالحاج رئيس جماعة ليبيا المقاتلة نتحدث عن وزارة الداخلية وهذا نقطة مهمة هنا أيضا اسم آخر مروان علي أبو سرويل وزيرا للخارجية موليد طرابلس معه ماجستير في العلوم السياسية وهو كان يعمل مدير إدارة المجتمع المدني بوزارة الخارجية في حكومة طرابلس يعني حكومة بوساهمين والإسلامية هذا توجه إسلامي لوزير الخارجية هنا نتحدث على عبد السلام محمد الجليدي وزيرا للعدل وهو طالب دراسات عليا ومدير فرع حزب العدالة والبناء الإسلامي في مدينة سبهة في جنوب ليبيا إذن أعددنا وزير الخارجية والداخلية والدفاع والعدل الآن نذهب إلى الطاهر محمد سركز وزير المالية وهو كان وزير مالية في حكومة الكيب وهو أيضا محسوب على التيار الإسلامي غير التيار الإسلامي ماذا لدينا أسماء أسماء مصطفى الأسطى وزيرة للثقافة هي كاتبة صحفية تعتبر من التيار الليبرالي أيضا لدينا خالد عبد الحليم نجم وزير للإعلام كان رئيس هيئة الإعلام في حكومة الثاني وهو محسوب أيضا على معركة الكرامة هنا نتحدث عن حكومة فائز السراج التي ولدت بعد مأزق طويل 32 وزير معهم في المجلس الرئاسي التسعة رئيس الوزراء وأربع نواب لرئيس الوزراء وأربع وزراء بلا حقيبة يصل العدد بالتالي إلى 41 بعد ذلك لكل وزير له حقيبة له وكيلين وزارة فيكون لدينا 64 وكيل وزارة 64 وكيل وزارة مع 41 وزير ورئيس وزراء تحدث عن عدد يتجاوز المئة هنا في الهيئة التنفيذية في الحكومة بينما البرلمان الليبي يضم 200 نائب فقط يعني تقريبا نص عدد نواب البرلمان مهند وبالتالي كما نحط لم نستطل الحصول على صور للوزراء لأن معظمهم لم يكونوا على الساحة بشكل قيادي من القيادات الثانية بعض من من اتصلنا فيهم قالوا لنا لا نعلم نحن نعلم من الإعلام لم يتصل أحد بنا حتى الآن ولم يطلب رأينا في هذه التعينات تيارات مختلفة محسوبة على مختلف الجهات ولكن العدد كما ذكر البعض قال بأن هذا سيحتاج إلى تمويل كثير وسيحتاج إلى حماية كثيرة لحماية هؤلاء الوزراء والوكلاء وبالتالي هذا سيضع ثقل على كاهل الميزانية وعلى الأمن والحماية طبعا هذا جانب متعلق بحجم هذه الحكومة لكن ربما الجانب الأهم أيضا يوسف هو هل ستتمكن هذه الحكومة بالفعل من تثبيت أركانها من فرض سلطتها من فرض هيمنتها وأين سيكون مقرها مفروض اللجنة الأبنية ستساعدها في طرابلس دعنا نسأل ضيفنا عن هذه القضايا معنا من القاهرة السياسي الليبي عبد الحفيظ غوقة مساء الخير سيد عبد الحفيظ مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار طيب تم الإعلان عن هذه الحكومة بعد وقت طويل وبعد انتظار السؤال هو كيف ستتمكن هذه الحكومة من فرض سلطتها وممارسة عملها على الأراضي الليبية الآن مساء الخير أخي الكريم والمشاهدين الكرام هذا هو التحدي الأبرز أمام هذه الحكومة الإعلان عن تشكيل الحكومة لا شك أنه خطوة مهمة ولكن لها ما بعدها أن تنال هذه الحكومة الثقة من مجلس النواب أن يتم اعتماد الاتفاق السياسي وتعديل الإعلان الدستوري هذه المتطلبات الضرورية لمباشرة حكومة عملها أول تحدي التحدي وجود الحكومة داخل العاصمة طرابلس لأن هذه الحكومة إذا لم ينطلق عملها من العاصمة طرابلس إذن هي لن تحقق شيء على الأرض على الإطلاق وأعتقد أن تشكيل لجنة تسيير الترتيبات الأمنية الذي تم بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الرئاسي هو خطوة كانت صحيحة وفقا للاتفاق السياسي والأحكام الإضافية هذه اللجنة باشرت في مسئلة الترتيبات لدخول الحكومة لطرابلس إذا ما تمكنت الحكومة من المباشرة عملها من طرابلس وتبدأ في الترتيبات الأمنية وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي إذن سنكون أمام حكومة قادرة على العمل في هذه النقطة تحديدا لدينا بعض المعلومات تقول بأن هذه اللجنة الأمنية ستعتمد على قوات فجر ليبيا في طرابلس لتأمين حماية الحكومة هل هذا صحيح؟ هل باتت قوات فجر ليبيا مستعدة للتعامل مع هذه الحكومة بعد أن كانت ترفضها؟ شوف أخي الكريم هو نحن أمام خيارين يأمن هذه الحكومة لا تستطيع أن تدخل إلا بعد مواجهات مع القوة المسيطرة على العاصمة طرابلس وهذا أمر لا يدعو إلي أحد أو أن يتم دخول الحكومة بترتيبات مسبقة مع الفصائل المسلحة المختلفة التي موجودة في العاصمة لتبدأ في وضع الترتيبات الأمنية موضع التطبيق لأن الترتيبات الأمنية من شان تنهي الوجود المسلح لكل الجماعات المسلحة والفصائل المسلحة موجودة في العاصمة ولها خيارات محدودة جدا وهي أن تنضوي تحت الجيش أو تحت القوات الأمنية في الدولة وفقا لترتيبات وجداول زمنية منضبطة في الاتفاق السياسي أعتقد تسمية من على رأس هذه اللجنة المؤقتة والتي ستسلم مهامها إلى اللجنة الرئيسية برئاسة رئيس مجلس الرئاسة لأن تعلم أن لجنة الترتيبات الأمنية أهم مخرجات الحوار السياسي والاتفاق ستكون برئاسة الحكومة وغالبا رئيس الحكومة هو الذي سيرأس هذه اللجنة والتي ستضم إلى جانب الدفاع والداخلية الأجل الأمنية مختلفة وأهمها مجلس الأمن القومي المنصوص عليه في الاتفاق السياسي هذه اللجنة هي التي ستكون عليها العبل الأكبر وهي التي ستؤدي بالحكومة إلى النجاع والفشل إذا ما باشرت مهاما من طرابلس أعتقد تسمية أحد أعضاء ما يسمى بفجر ليبيا على رأس هذه اللجنة أعتقدها خطوة صحيحة من قبل المجلس الرئاسي لأهمية أن تكون هذه الحكومة متواجدة في طرالبس لتبدأ في الترتيبات الأمنية وفقا لما هو منصوص على الاتفاق السياسي نحن أمام حكومة بمهام محددة لا تستطيع أن تخرج عنها وفي نهاية المطاف سينزع كل السلاح لمصلحة المؤسسة الأمنية والعسكرية وهذا ما ندعو إليه جميعا في ليبيا المؤسسة الأمنية والعسكرية ماذا عن الجيش سيد عبد الحفيظ ومصير اللواء حفتر تحديدا الآن الكثير من التساؤلات مطروحة حول هذا الموضوع أعتقد المؤسسة العسكرية فيه بيان صدر عن المجلس الرئاسي قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة يؤيد ما يقوم به الجيش الوطني في مدينة بني غازي وأكد دعمه للحرب على الإرهاب وأن حكومة الفاق الوطني ستكون داعمة للمؤسسة العسكرية لإنجاز ما بدأته في بنغازي منذ ما يزيد عن العام والنصف الآن يأتي تعيين العقيد المهدي البرغضي وهو أحد قادة 17 فبراير البارزين في المجال العسكري وابن المؤسسة العسكرية وأحد قادة المعركة ضد الإرهاب في بنغازي هذا يعطي ضمانة للجيش الوطني ولقيادة الجيش الوطني وللمؤسسة العسكرية وهذا من شأن أن يؤدي إلى تفعيل هذه المؤسسة العسكرية لتكون فعلا على مستوى الوطن هذه هي المؤسسة العسكرية التي يشدها الجميع والتي أخذت على عتقها محاربة الإرهاب والتي ستتمكن من خلال حكومة الوفاق الوطني من إنجاز هذه المهمة وبالتالي ستبنى مؤسسة عسكرية منضبطة وفقا لما نص عليها الاتفاق السياسي شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الحفيظ غوقة السياسية الليبي كان معنا مباشرة من القاياة اشتركوا في القناة